اهلا بكم مشاهدين الكرام ونتواصل معكم في الحدث الاقتصادي ووصلنا الان الى ملفنا لهذا اليوم حيث كشف المدير العام لشركة الكهرباء القابضة المهندس صالح عبدالله عن اتفاق اطارين بين الحكومة وشركة بريزما الالمانية باستجلاب معدات لتنقية الرمال البيضاء الغنية بالسيليكون في مدينتي المتمة وابارة والتي تقدر بمليوني طن ومن ثم تصديرها حسب سعر البورصة العالمية واضاف صالح ان الاتفاقية نصت على فتح اعتمادات معززة ببنك السودان بقيمة الرمال المشحونة قبل تصديرها وقال ان التوقيع يعد فتحا كبيرا للسودان واختراقا نوعيا من اجل تشييد البنيات التحتية للكهرباء بجميع انحاء البلاد هذا ويعج الرمل بالكثير من الاستخدامات الهامة للبشر والبيئة بشكل عام وتدخل الرمال كمواد اولية في كثير من الصناعات قد لا يعلم الكثيرون فوائد واستخدامات الرمال في كثير من الانشطة الانسانية من زراعة وصناعة وغيرها الا ان الحقيقة الغائبة عن كثيرون هي ان الرمال تمثل عاملا محوريا في صناعات عديدة لعل اهمها دخولها في صناعة الزجاج وتصنيع الخلايا الشمسية والرقائق الالكترونية الامر الذي يجعل من الرمال البيضاء خاصة ثروة ثمينة اذا احسن استغلالها في الاخبار ان الحكومة وقعت مع شركة بريزما الالمانية اتفاقية اطارية لتشييد محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالطاقة الشمسية اضافة لتقوية شبكات نقل الكهرباء والمحطات الفرعية بجانب تصدير ما لا يقل عن مليوني طن من الرمال بمشاركة الشركة وقضت تلك الاتفاقية الاطارية التي مثلت حكومة السودان فيها ثلاث وزارات المالية المعادن والموارد المائية والريو الكهرباء بان تقوم شركة بريزما بجلب معدات تعديلية تستخدم في تقنية الرمال البيضاء الغنية بالسيليكون في كل من المتم بنهر النيل ومنطقة بارا بالشمال كردوفان بغرض تصدير اثنين مليون طن منها بعد اخضاعها لمعالجات كيميائية وميكانيكية على ان يتم تصديرها حسب سعر البورصة العالمية في يوم التصدير وتقدر كميات الرمال الموجودة في السودان بالثلاثة مليار طن من اجود انواع الرمل في القارة الافريقية وتصل نسبة السيليكون بها لأكثر من تسعين بالمائة الامر الذي يجعلها موردا مهما حال التعاطي معه بالكفاءة والجدية اللازمة ولمزيد من التوضيح حول هذا الموضوع ارحب بضيفي من الخرطوم الخبير الجيولوجي الدكتور يوسف السماني بداية اهلا ومرحبا بك دكتور يوسف عبر الحدث الاقتصادي ونريد ان نعلم والمشاهدين الكرام بداية في هذا الموضوع ما هي القيمة الاقتصادية للرمال وما هي ابرز استخداماته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام وعصول الى الامر شكرا جزيلا لقناة السوداني 24 وهذا البنمج الحيوي المهم الحقيقة فيما يتعلق بالرمال الرمال هناك انواع الحقيقة وهناك الرمال الطبيعية وهناك الرمل الزجاجي وهناك الرمل الابيض والرمال السوداء هنا نتحدث عن الرمال البيضاء والرمال البيضاء هي كما ذكرت في التقرير التي تتكون من السيليكا وتصل نسبة السيليكا فيها الى اكثر من 90% وتصل الى 99% الرمال البيضاء تدخل الحقيقة في صناحات كثيرة جدا جدا خاصة مع تقدم التقاني الذي اشهده العالم في هذه الفترة خاصة في الالياف الضوئية والالياف الالكترونية وصناعة الزجاج والألواح الزجاجية وصناعة الرقائق الشمسية كذلك تدخل في استقبال وإرسال موجات الراديو والموجات اللاسلكية وكذلك تدخل في صناعات كثيرة جدا خاصة فيما يتعلق بالصناعات الكيميائية والفيزيائية فإذا كانت خلطت مع الحديد تكون من سبيكة الفيروسيليكون وهذه لديها استخدامات في غاية الأهمية من ناحية الفيزيائية حيث تستخدم في استخلاص العناصر من الكاسيد المتعلقة بها وكذلك تدخل في السيليس ستيل وأيضا تدخل في الصناعات الكهربائية والصناعات الألياف كما ذكرنا وكذلك الفلاتر ونوع معين من الأسمنت يدخل فيه صناعة الرمض الأبيض فاستخداماتها لا حصر لها وكذلك تدخل في سبائك الفيرومانجانيس ولا هي استخدامات في غاية الأهمية في السيليس ستيل وتخفيض ضرية حرارة إذابة الأكاسيد وكذلك الفيروكروم وهذه كلها تدخل فيها صناعة السيليكا والسيليكا جيل والسيليكون كاربايد فهذه الصناعة في غاية الأهمية وفي غاية الحيوية وكما ذكر الباشمهندي الصالح اتفق معه تماما أن هذا هو اختراق حقيقي فيما يتعلق بصناعة المعادن والصناعة الاستخداماتية في الرمال البيضاء وكما ذكرتم في التقريف الرمال البيضاء في سودان تتواجد في بارة وفي شمال الغرب أوندرمان وكذلك تم اكتشافها في ولاية النين الأبيض وكانت هناك دراسة من جامعة أسترالية جامعة أدلايد قام بها بروفيسور وليامز وتتبع مجريات النيل القديم فعمل خرطة ووضح فيها تحولات مجرى النيل وهذه القنوات المدفونة هي قنوات مهمة جدا جدا لتواجد الرمال البيضاء النقية فهناك إن شاء الله المزيد من الاستكشافات يجب أن يتم دكتور هل فقط الرمال البيضاء هي التي من الممكن أن تكون ذات جدوى وقيم اقتصادي قبل قليل ذكرت عدد من أنواع الرمال الموجودة في السودان أين تتوزع هذه الرمال في مناطق أخرى غير الرمال البيضاء التي تحدثت عنها قبل قليل نعم هناك غير الرمال هناك معدن الكوارز ومعدن الكوارز اللي هو يسمى المارو وهو سانوكسيد السيليكون وهي تواجد بصفة طبيعية في عروق ومصاحب للصخور النارية والآن يستخرج منه الذهب وقد يكون هناك بعض العناصر الاقتصادية المهمة خاصة الأحجار الكريمة وأيضا هناك الرمال العادية التي تتكون بفعل التعري والتجوية من الصخور النارية التي تحتوي على أكثر من 30% من السيليكا وكذلك الصخور النارية متوسطة والصخور الروسوبية والصخور المتحولة فعمل التجوية والتعري تؤدي إلى السحب هذه السيليكا في شكل حبيبات مع التجوية والحركة تتكون في شكل كريات مستديرة هنا تختلف حسب اختلاف المصدر في الرمال السوداء والرمال البيضاء الرمال البيضاء هي طبعا الناتجة من أساسا من أوروق المرو ومن الصخور النارية الحمضية فهناك القيزان مثلا نحن نسمع القيزان أو القسمان الرملية التي تملأ شمان السودان والصحراء فهناك نوعا من الكثبان الرملية متحجرة التي حصل لها نوع من التلبك وأصبحت شبه متحجرة والنوع الآخر هو النوع الزاحف الذي يؤدي إلى تدهور البيئة والزحف الصحراوي هذا أيضا يمكن أن يصفى ونقى من الشوائب والعوالق والطين الذي يصاحبه ويمكن يستخرج منه حبيبات الكواز التي تصلح في صناعة الزجاج وصناعة الأليافة الصناعية نعم طيب دكتور يوسف هل هناك كانت موجودة أي دراسات جرت بغرض الاستفادة من الرمال في السودان أم هذه هي الخطوة الأولى التي جرت الآن في موضوع الرمال وما هي أيضا أفضل الطرق للاستغلال الأمثل لهذا المورد نعم سؤال في غاية الأهمية الحقيقة الدراسات التي وجرت من قبل في مجال الرمال البيضاء هي دراسات أولية لعدم وجود المستصمر الذي يشجع على إجراء الدراسات الدقيقة هذه واحدة والنحية الأخرى أن السودان طبعا بلد واسع جدا ومساعة واسعة جدا جدا وإمكانيات الهيئة العامة الحسنية الجروجية بما لديها من إمكانيات متوسطة لم تصل بعد إلى مراحل الدراسات الدقيقة ونتمنى أن تصل إلى هذه المراحل خاصة لإهتمام المعادن الصناعية وفي هذا الإطار يجب أن نشجع صناعة التعدين أو الصناعات الاستخراجية فالمعادن الصناعية التي تصغر بها البلد نحن نحصي ما لا يقل عن 43 معدن صناعي خاصة لأن المعادن الصناعية استخراجها سهل وهي متوفرة وموجودة وتوجد في طبقات يعني ليست معقدة كالذهب أو النحاس أو المعادن الأخرى فهي توجد في هذه الطبقات الرسوبية ممتدة وبالتالي يسهل علاجة يسهل استخراجة يسهل عملية التعديم فيها وفتح المناجم وكذلك المعالجة وهي لا تحتاج لمعالجة كيميائية معقدة أضف إلى ذلك السوق الذي يحتاج إلى استهلاك كل هذه العناصر وأفتكر وجود التسويق في وجود الانفراستركشنز التي هي البناء التحتية والطاقة والماء وكذلك النية الخالصة في الاستخلاص والتخطيط السليم أيضا والتخطيط السليم والإرادة السياسية التي قادر على اتخاذ القرار نعم دكتور طيب أيضا دعنا ندلف إلى جانب مهم وهذه الخطوة التي أقامتها حكومة السودان وطبعا بتوقيع اتفاق لتصدير الرمال إلى ألمانيا برأيك ألم يكن من الأجدر والأجدة استقدام مصانع لمعالجة الرمال في السودان بدلا عن تصدير الرمال إلى ألمانيا أم أن هذا الأمر غير ميسور في الداخل دكتور بكل تأكيد هذا هو الوضع الأمثل ولكن إذا نظرنا إلى مشاكل التعديم في السودان نجد أهمها هي عدم توفر الطاقة وعدم توفر البن التحتية وكذلك الطاقة الكهربائية غالية جدا جدا فبالتالي الدولة انتبهت في الوقت في متأخر جدا لطاقة نووية كذلك الطاقة الشمسية ولدينا الطاقة الهوائية ولكن لدينا مشوار حتى نصل إلى الاستقلال الأمثل لتوفير الطاقة من هذه المصادر الطبيعية السهلة الرخيصة أضف إلى ذلك عدم الخبرة في المجال التعديم بالنسبة للقطاع الصناعي السوداني أو قطاع أو ريال الأعمال السوداني وبالتالي بدل أن تقود هذه الرمال وهي لها ألاف السنين ونحن في هارمنا كما قال الأخ التونسي نحتاج إلى أن نستغل هذه الموارد بأي طريقة وبالتالي هذه بداية ونتعلم منها وإن شاء الله في المستقبل يمكن نقل هذه التقاليم وبكل تأكيد الولوج لمثل هذا المجال الرمال واستغلال الرمال يحتاج إلى جهود كبيرة للتعريف بقيمة هذه الرمال هل برأيك الآن دكتور أن الدولة تضع في خطتها واستراتيجيتها مكانا للاستفادة من هذه الموارد؟ أنا أعتقد هناك اتجاه قوي جدا جدا خاصة للأخ الوزير يشجع على صناعة التحولية ويمنع أو هناك اتجاه لمنع تصدير الخام طيب هذه خطوة مهمة جدا جدا ولكن نتمنى أن يكون هناك البديل والدراسة الجادة التي تؤفر المصانع وعمليات الاستخلاص والإنتاج الداخلية والمصانع البسيطة داخل الدولة فلا بد من وضع استراتيجية طويلة المدى مبنية على أساس علمي وأساس دقيق وتوضح إمكانيات الدولة وحجم المخزون وبالتالي متعلقات الإنتاج توفير الطاقة وتوفير الطرق وتوفير الماء وبالتالي توفير الطغانة والتدريب أنا أفتكر إذا سرنا في هذا التجاه وضعنا استراتيجية في هذا التجاه سنصل بكل تأكيد إلى بر الأمان نعم بكل تأكيد يعني مجال إذا تم استغلاله بالصورة الأمثل سيكون أحد الروافد المهمة لدعم الاقتصاد السوداني خصوصا في الفترة المقبلة وصدق شاعرنا الكبير موسى حسن عليه رحمة الله عندما قال جدودنا زمان وصونا على الوطن على التراب الغالي وفعلا هو التراب غالي المالي هو تمن نشكرك جزيلا الشكر الدكتور يوسف السماني الخبير الجيولوجي كنت معنا من الخرطون شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا